زي ما بنشوف في أماكن كتيرة من العالم فمتقاش مجرد متحف موجود في مكان ما لكن بيبقى حول محيط من الأنشطة الأسرية والفنية والسياحية إلى آخره فبتالي ده هيبقى شيء جميل جداً لو يعني حققنا هذا هو حيث الأمر ينقسم شقياً شق الأول حوالينا واللي احنا لمسناه في الفترة الأخيرة إن فيه تعاون من كل الهيئات والجهات اللي حوالينا ودي حقيقة أنا مش بقول شكر حتى وزارة الداخلية ومحافظة الطاهرة فيه تعاون أي شكوى بنقولها أي ملحوظة بنقولها بيتعاون فيها ولكن أيضاً وزارة الثقافة يوجد جنبنا زي أقدر أقول منارة للحرف وكان لسه عندي من يومين رئيس هيئة التنمية الثقافية بنشوف إيه اللي ممكن نتعاون فيه مع بعض سواء فيه الأنشطة الحرفية اللي هما عندهم يهموا بيها أو فيما يتعلق ببعض الأنشطة اللي خاصة بالفن الموازي أو اللي بيعكس التراث المصر فده الحقيقة فيه تعاون دائم معهم في هذا وده مرتبط باللي حوالي بنحاول أيضاً إن إحنا يبقى فيه ارتباط وتواصل مجتمعي مع المواطنين ومع المدارس ودور الأيتام إن إحنا يبقى فيه بأي وسيلة؟ بندعوهم لإن إحنا هنا بقى ده الشق التاني بنقوم ببعض الأنشطة داخل المدارس يعني فيما يتعلق بالأطفال وده برضو بالتعاون مع مصرح القاهرة العرايس ودارة الثقافة عملنا للأطفال الليلة كبيرة ورحلة الزمن الجميل وإما جينا ندعو كان جزء من تفكيرنا إن سكان المنطقة اللي حوالينا يبقى ليهم نصيب إن هم يحضروا معانا مع بهذه العروض اللي إحنا ما كناش بنقدمها بتذاك جزء التاني إن كثير من الحرف مش هقول بقى اللي هي مؤسسية تبع مدينة الفخار أو تبع وزارة الثقافة لكن الناس نفسها الحرفينين نفسهم بتاع الفخار أو كده بندعوهم وبيقوموا بتقديم فنهم وعملهم وسط الجمهور هل بيبيعوا؟ يعني الحقيقة بسأل عشان يعني أتمنى إنه السكان المحيطين بهذه المنطقة يعني يساهموا في هذا الرواد للمتحف يعني يكونوا ممكن يبيعوا مثلا حاجات فخرية ممكن حاجات يعني منتجات زي ما بنشوف حوله أي متحف في العالم يعني يعني وأنا بخرج أنا بشتري حاجة بالضبط إحنا بنحاول نتقنن هذا الشكل ما يبقاش بشكل عشوائي إنه يبقى فيه نوع من فبيبقى ده من خلال معارض معينة يقدروا يقوموا بيها لأن غير كده هنلاقي نوع من بعض الأشياء اللي ممكن تدايق الزائرين أو خلالها فإما بيقوموا بورش العمل دي واللي عايز بعد كده يتواصل مع صاحب الشأن بيبقى فيه كارت بتاعه وعنوانه وتليفونه يتواصل معاه يا إما بيبقى من خلال معارض وهذه المعارض برضو بتبقى العرض منتجاتهم والترويب لها أما أمر البيع فلإن عندنا كمان بيت الهدايا فده بيبقى من خلال بيت الهدايا والتعاقد مع هؤلاء الأشخاص أو الهيئات أو الكينات يقدر يوم يتعاقدوا معك وزي ما بيقول لحقاك التكفيف اللي موجوده هو واحد من الناس الحرفيين الأساسيين اللي بيندثروا اللي موجود فيها يعني هو لا يعمل لدى بيت الهدايا ولكنه هو حرفي أساسي وبقاعد بره بيدق وده من خلال هذي النوع من الشراكة عشان يبقى ليها ده شيء جميل فعلا معهم يعني إحساس ماس إنهم جزء من هذا السرط الكبير